في الحقيقة من سنين وعقود طويلة جدا مصر بتلعب دور مهم ومحوري واساسي في دعم القضية الفلسطينية شوف كده من حرب 48 الجيش المصري كان بيعمل ايه؟ من بعدها مع الزعيم جمال عبد الناصر مين عمل منظمة التحرير الفلسطينية؟ من ايض حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة في كل المحافل الدولية من راح قدام الامم المتحدة وتكلم على فلسطين كان الزعيم عبد الناصر 61 تحديدا مين اللي اتكلم وقال ان فلسطين ستبقى حرة وان الدعم المصري لن يقف ابدا تجاه هذه القضية الدول المصري مش بس تاريخي لكنه ايضا دور مستمر مستمر بقوة رغم كل التحديات والمزاعم الاسرائيلية اللي بتحاول تعطى الجهود مصر في تحقيق السلام اتهمات بطلة للدول المصري محاولات اسرائيلية علشان تضلل الرأي العام العالمي وتستغل الابواق اليهودية والصهيونية في العالم كله من اجل الترويج لهذه المزاعم برغم من كل ده مصر ثابتة على موقفها وبتواجه التحديات دي باصرار مستمرة في دورها كصود قوي دفعا عن فلسطين ده غير سعيها الدائم للحفاظ على الامن واستقرار المنطقة بشكل عام خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل معانا منوارنا في الستوديو وضفنا الكاتب بالصحفي محمد صلاح الزهار أهلا بحضرتك يا فندم منوارنا أهلا بك في محاولات اسرائيلية والدعاءات بطلة طول الوقت ومحاولات زاج باسم مصر في تصريحات طول الوقت من نتنياهو ومصر أعلنت غضبها من هذه التصريحات خليني نتكلم عن محاولات اسرائيلية في تعطيل وقف النار في غزة ومصلحتها إيه بشكل واضح يعني خليني نتكلم عن المصلحة الرئيسية من تعطيل اتفاقية لوقف النار طيب خليني نشوف نلخص الامور زمعاك طلبت كده بشكل إيه معادلات رياضية واحد من يميني تنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يدرك تماما أنه مدان سياسيا على المستوى الذي رأينا ورآه المجتمع الإسرائيلي في عقاب السبع من أكتوبر الماضي ويدرك تماما أن وقف الحرب في أي مرحلة يعني محاكمته السياسية ويعني أيضا انتهاء حياته السياسية بحكم أنه عاد يعني يقترب من الثمانين من العمر وبالتالي هو في الجولة الأخيرة من حياته السياسية بحكم السن يعني وبالتالي بداية الحرب أو قرار الحرب على غزة نتنياهو أعلن وقال أننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد الأسر خلال عشرة أشهر ويزيد لا قدر يقضي على حماس ولا قدر يسترد الأسر وأنا أستدرك وأقول بس هو حماس لم يستطع القضاء على حماس مش لأن حماس قوي أو لأنه كيان كبير لا هو حماس ليس كيان بقدر ما هي فكرة والفكرة لمن يعني يرتبط بحماس أولا يرتبط هي أواحدة هي فكرة رفض الاحتلال الإسرائيلي هذه للأراضي العربية المحتلة هذه الفكرة في وجدان كل فلسطيني منتمي لحماس أو غير منتمي حماس هي قوة سياسية من ضمن قوة سياسية كثيرة لها أرضيات في الشرع الفلسطيني ولكن كل الشرع الفلسطيني كل الفلسطيني في الشتات يدركون أو يؤمنون في وجدانهم أنهم يرفضون الاحتلال الإسرائيلي ومن هنا لن يستطيع الأخ نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل محوذي الفكرة من القلوب نشوفنا طفلة في الجنين مسك الكعسة وماشي بيه في الشارع يغني ضد الاحتلال طفل صغير يعني ما هو دي ردا على يعني تأدراكه الغير عقلاني للأمور هو أكتر واحد بدرك أنه هو ينصو سركا للعب على كل الأطراف نتنياهو من أكتر السياسيين الإسرائيل حاليا احترافا للسياسة وبالتالي هو السابق للجميع هو يتوافق مع بعض الوزراء المتطرفين لتقوية ائتلافه الحاكم هو يدرك تماما أن وراءه قطاعات كبيرة من الشعب الإسرائيلي المتشدد نحن نتابع كمحلدين أن نتنياهو يقابل بمظاهرات من أهالي الأسرة والمحتجزية ولكن هناك رأي عام أكبر يدعمه في هذه الممارسات الإجرامية ولكن دعيني أقول بشكل واضح أنني أرى أن النهج الذي ينتهجه رئيس وزراء إسرائيل وتدعمه الأغلبية الشعبية من أهل إسرائيل أو من الشعب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن تغيب عنها أنها دعم رئيسي تمضي في سبيل التطرف ومزيد من الدماء طب ولماذا يعلق دائما أخطاءه على شماعة مصر يعني أول مرة نشوف أن في إجماع في المنطقة كلها عربي قطري وسعودي وكل الدولة العربية تتحدث أنها تدعم الوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر لماذا يعلق نتنياهو دائما شماعة أخطاءه على الجانب المصري رغم أنه فشل في استعادة الأسرة وفشل في القضاء على حركة حماس وفشل في كل المعارك السياسية التي يقودها الآن نعم هو يمارس السياسة إضافة إلى السياسة بمعنى أن هناك مطالبات وهناك انتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية من داخل المجتمع الإسرائيلي من داخل المجتمع الأمريكي من داخل دوائر سنة القرار في عدد من دول العالم ومن هلوات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدفعه إلى توقيع الصفقة بتاع التبادل الأسرة ووقف إطلاق النار هو يريد أن يلهي العالم بأمر آخر لكي يمضي في تنفيذ غيه في أن يكون مخططه الإجرامي الذي يعتمد على حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء على مزيد من التدمير هو يريد أن يمضي إلى نهاية هذا السبيل ولا يدرك ما هي الخطوة التي له يعني هو وصل إلى حد الحدود المصرية الإسرائيلية أو حدود فلسطين التاريخية مع مصر ويدرك أن الحكومة المصرية والتي أرى أنه ربما لا تبادر إعلاميا بالتحذيرات ولكن هناك تحذيرات واضحة جدا من جانب الحكومة المصرية والإدارة المصرية أبلغت للجانب الإسرائيلي عبر وسيط عبره بشكل مباشر وعبر الأمريكان بأن مصر بالدرجة الأولى لن تتهاون قيدة أنمولة فيما يعد مساسا بالأمن القوم المصري هذه واحدة الأمر الآخر أن مصر لن تتخلى قيدة أنمولة أيضا عن السعي نحو تحقيق وتأكيد المكاسب أو الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة ومن هنا أركز ما أقول أن نتنياهو يعني يمارس السياسة بهذه الأولى التي يدرك أنها كاذبة دعنا نتذكر أن الحكومة المصرية ومنذ العام 2014 و2018 منعت إلى حد كبير كافة المحاولات التي كانت تتم لتهريم الأمور الحياتية لأهل غزة عبر الأنفاق تذكر العمليات نصر العمليات الشاملة وكل العمليات العسكرية وبالتالي لا يمكن بشكل لوجستي أن يتم خروج أي شيء من مصر إلى اتجاه الآخر ومن هنا نستطيع أن نقول أنه هو أكثر واحد يدرك هو مضع على وجوده قوات إسرائيلية في محور فلديل في الخط الفصل بين غزة ومصر أكثر من خمسين يوم أو ربعين يوم أكثر من ربعين يوم ما يقرأ من خمسين يوم إذا لديه دليل قوي وواضح على أنه هناك عملات تحرير أنت طلع أنت طلع هذا بالإعلام الإسرائيلي هم يقولون أن هذا الرجل يجذب علينا لأنه هو من أيد الانسحاب من محور فلديل فيا قبل 16 عام عندما قرر شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت الخروج من غزة في إطار أحادي أو بشكل أحادي ونتيمياه كان عضوا في الكنيسة وأيد الخروج من فلديل فيا هل ربض مصر تهجير الفلسطينيين لداخل الأراضي المصرية داخل سيناء بالتحديد؟ هل ده اللي خلاه يتكلم بالطريقة دي وعشان كده عايز يعقد اجتماع أو ليه عايز يعقد اجتماع داخل محور فلديل فيا ما هو ده حضرتك يعني يعني أعطينا إلى النقطة الأولى في هذه القضية والنقطة المهمة أن مصر كانت حجرة عثرة في المخطط الجهنمي الذي كان يخطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعد قدت إسرائيل على مدى عقود في أن يتم إحداث نوع من الدفع القوي العسكري تحت تهديد السلاع للفلسطينيين للهجرة القصرية إلى قطاع غزة باعتبار أن غزة مزدحمة وسيناء ما عرفش إيه ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة وعند أول استقبال له لوزير الخارجية الأمريكي أسر الرئيس على أن يعني يبلغ الوزير الخارجية الأمريكي بالمقف المصري وكان موقفا غير معتد من رئيس الجمهورية أن يكون لقاؤه الأول بوزير الخارجية مزعل هواء مباشرة لم نراها يأتي وزير الخارجية يلتق الرئيس يخرج بيانة لا الرئيس السيسي كان حريصا على أن يأتي أمرا لم يكن معهودا أنا لا أخفي شيئا لا مش كده وبس هو الرسالة كانت واضحة للجميع أنه لا مجال لعملية قبول مصر بتحت أي زعم بتهجير قصر الفلسطين في سيناء الرئيس كان حريصا على أن يوجز ملامح الأزمة وملامح التعنت الإسرائيلي وملامح الحسابات التي سبقت هذه الأزمة وقال الرئيس يومها أن الخمس سنوات الماضية شهدت سقوط الدئي من الضحايا هنا وهنا وهنا وأعاد ربط هذا الكلام بضرورة أن يكون هناك حل سياسي لازيل أزمة لأن الحل الأملي لن يؤدي إلى شيء وأكد الرئيس يومها وهذا الكلام كله على الهواء مباشرة أن الحل السياسي حل الدولتين هو الحل الأمثل والحل الأضمن لكن نتنياهو لسه عارط خريطة بدون الضفة الغربية وبدون غزة طبيعا بدون الضفة الغربية بدون الضفة الغربية وبدون غزة يعني ده الفكر النهاردة فتعنت إسرائيلي بشكل واضح مش بس لوقف إطلاق النار لا كمان لحالة دولتين للعالم كله بيونيشد به نعم هو نتنياهو بالأساس الأفكار المنطقية والحلول المنطقية ليس بالضرورة أن يؤمن بها نتنياهو نتنياهو يرأس حكومة إسرائيلية هو بطبعه شخص متطرف سياسيا وشخص يعتنق الفكر المتطرف ويتوازق أو يتوافق مع رموز قوى متطرفين للغاية وبالتالي مش منطقي أو مش منتظر ولكن الجهات أو ربما الكيانات والدول العاقلة في العالم تدرك وجهة النظر المصرية وأن الحل السياسي هو الحل الأنجاح يقبل بين تنياهو لا يقبل ولكن هذا الأمر لابد أن نخطب به أو لابد أن يدرك المواطن الإسرائيلي اللي هو يضغط لصالح الحكومة أو يمنحها الاستمرار أو عدمه أن هذا هو الحل مظاهرات والإضراب كمان نعم يعني المظاهرات الإسرائيلية بتضغط بشكل قوي على الحكومة خلينا نقول هل تأثيرها واضح دلوقتي؟ أولا عشان نقرأ المظاهرات كويس قوي هي المظاهرات في مجملها مظاهرات لإحداث أو لضغط على لتنياهو إبرام صفحة لوقف إطلاق النار وإعادة الأصر ولكن الجموع هناك يعني يعني أنت عشان توقف إطلاق النار لازم تتوصل الاتفاق والاتفاق حجر العصر الأساسي في محور فلادلفيا ومحور نتساريم هو يريد أن يبقى في منتصف غزة حتى يفصل ما بين الشمال والجنوب ويريد أن يبقى في نهاية غزة حتى يفصل ما بين الجنوب والجنب المصري تفتكر لأي مدى يمكن أن يفاوض في هذا الأمر شوف هو تحريره كانت تحرير منطقي ولكن نتنياهو دعني أقول لا يفكر بمنطقي وأتزيد لا لا أتزيد أقول أنه نتنياهو في النهاية سوف ينسحب المحور فلادلفيا وزير الدفاع إسرائيل يرى أنه لا فائدة من توجد هنا ولكن نتنياهو يمارس أو يجسد الشخصية المماطلة عندما تتحدث مع شخص على تفاوض على أمر ما فإنه يعني أمريكا تضغط والجنب المشاركة المصري بيعمل نوع من الروح بيفاصل يعني تيجي تقول له عزين صفقة وعزين 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 بقول لك لأ ما أنا بشمش من فلادلفيا يا عم فلادلفيا أنت يعني كم فلادلفيا ما تنفعش لمنطقة جيم بالنزل في هنا تحوطات وفي تحسيرات من الدولة المصرية بأن الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة بهذا الكسافة بذي الكسافة من القوات يعني يهددوا أن تكون مصر بإعادة النظر في اتفاقيات تربطها بإسرائيل هذا الكلام واضح ما فيش فيه ظهار والدولة المصرية لا تهادن في المسألة المتعلقة بالأمن القوم المصري وواضحة للأمريكان وللفلسطينيين هناك لجانة تنسيق عسكرية مصرية إسرائيلية وفق المعاهدة هذه التحذيرات واصلة منذ بداية هذه الأزمة أيضا لدى الأمريكان وهما الوالي الطبيعي لإسرائيل لديهم تحذيرات واضحة من جانب الإدارة المصرية وبشكل محدد ودعنا نرى بشكل بانورامي سريع أنه مش في كل الأزمة كانت تصرفات مصر على مزاج أو على هوا الإدارة الأمريكية ولا الإدارة الإسرائيلية ومن هنا مصر يعني ليست كما يريدها نيتنياهو يريدها أن تكون طرفا لأنه يعتقد أنها طرفا ولكنها مصر وسيطة للتثبيت أو لتثبيت الحقوق الفلسطينية بحكم حاجات كتيرة جدا أنت أشرت في بداية مقدمتك إلى الدور اللي بتقوم بيه مصر من بداية هذه القضية من الأربعينيات أو آخر الأربعينيات 48 ومتلا وحتى الآن مصر دولة محورية مصر دولة كبرى مصر لن تكون التي يريدها نيتنياهو فأنها تعود إلى الوراء ويعني تعمق في الرد الذي أزعته وزارة الخارجية المصرية هو رد في حدود ما قالوا نيتنياهو لم يعني يكن طب واللهجات في البيان القطري والبيان السعودي يعني أنا شايف أنها بقى واللها تفند أنا أعول على الجانب المصري أو الرد الفعل المصري المدروس الذي كان يضع الأمور في نطاقها اعتبرت أن هناك يعني خروجة في لفظ واحد نبهته عليها الدولة المصرية ولكن في كثير من الأمور يمكن أن تقال ربما رد الفعل القطري رد الفعل السعودي رد الفعل الأردني كان متجاوزا لكثير من الأمور ومواجهة لرئيس الوزارة الإسرائيلي بكثير من النواقص ولكن أنا أعول على رد الفعل المصري الذي كان في حدوده لأن هناك كثير يمكن أن يقال من الجانب المصري عندما يكون هناك مجال لأن نقول ما نريد يعني دور مصر تاريخي في الوقوف بجانب القضايا الفلسطينية وإحنا طول الوقت بالنسبة لنا دي يعني حاجة مش محور حتى للنقاش والنهاردة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي يعني أمنه أمام مصر بالنسبة له ده خط مش أحمر يعني ده حاجة مستحيل المساس بها نشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار نشكرك يا فندم علاء وجودك معنا كل الشكر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك